اشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بحصول فريق فيكتوريوس على المركز الثاني في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان القدرة الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لمسافة 120 كم عبر الفارس عبدالله العطاس وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا المركز يعكس مكانة وقدرات رياضة القدرة البحرينية في مشاركاتها الخارجية خصوصا أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان القدرة يعتبر من أقوى البطولات في العالم وله مكانة خاصة لدى الإستبلات والفرسان وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن حصول فريق فيكتوريوس على المركز الثاني سيكون دافعا للمزيد من الإنجازات خلال المشاركات القادمة وبين سموه إلى أن الجميع حرص على تهيئة الفريق بأفضل صورة قبل المشاركة وأثمرت هذه الجهود عن تحقيق المركز الثاني وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المنافسة المثيرة التي شهيدها المهرجان تؤكد التطور الكبير لرياضة القدرة في الوطن العربي وما وصلت إليه من مكانة رفيعة المستوى وأن فريق فيكتوريوس دائما ما يثبت جدارته ومكانته في جميع البطولات التي يشارك فيها وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود البارزة التي بذلتها اللجنة المنظمة وحرصها على إخراج المهرجان بأفضل صورة تنظيمية هذا وشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في تتويج أصحاب المراكز الأولى في المهرجان وحرص سموه على متابعة مرحل السباق وتشجيع الفرسان وحصل فريق فيكتوريوس على المركز الثاني عبر الفارس عبدالله العطاس على الجواد واطري مستر بوجانج والمركز الأول الفارس الإماراتي عبدالله علي الحجوري من استبلات الوثبة والمركز الثالث الفارس غيث عبدالواحد من استبلات M7